نظمة دارة الرعاية الصحية في منطقة الأحمد الصحية وبتعاون مع رابطة الكويت للطب النفسي الحملة الوطنية بعنوان فضفض وذلك في مجمع الأفنيوز حيث تسعى الهملة للتهريف بالأمراض النفسية والتوهية بأهمية مراجعة العيادات النفسية المجانية وشارك في الحملة ثمانية عشرة عيادة من جميع مراكز الرعاية الأولية في جميع المحافظات وبتواجد مجموعة من المتخصصين لرد على كافة الاستفسارات نوع الناس على الرعاية الصحية النفسية الموجودة في المستوصفات أساسا وفي المستشفيات العامة عندنا عيادات وبعدها عندنا طبعا عيادات الطب النفسي الموجودة في مركز كويت الصحة النفسية العيادات الموجودة في المستوصفات تقريبا 18 عيادة موجودة في المتوزع على محافظات الكويت كاملة عندنا اليوم الهدف من هذه الحملة أن نكسر الحاجز النفسي اللي الناس تواجهها مع الأمراض النفسية دائما عندهم أن الأمراض النفسية شيء صعب والأمراض النفسية وصمة عار ما نقدر نتكلم عنها عيب اليوم إحنا هدفنا من هذه الحملة كسر الحاجز النفسي أنه ترى تكلموا يا جماعة المرض النفسي حالة حال أي مرض ثاني حالة حال الضغط والسكر لعلاجاتها موجودة اعتقاد الناس أنه ممكن نعالج بالروحانيات أوكي الروحانيات والقرآن والرقية الشرعية موجودة وجزء من العلاج لكن محتاجين أيضا العلاج الدوائي اللي رح تتكلم عنها من اليوم إذا رحب الناس تستفسر وتتساءل عنها